السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه مصرحين انتشرو كتير جداً اللي هو UI و UX User Interface و User Experience همال اثنين يعتبر بيركزوا على الحاجة واحدة بيركزوا على المستخدم انهائي للحاجة ديت بس ال User Interface بيبصوا على ان الواجهة تبقى سهلة يعني لما تشوف الحاجة تبقى سهلة سواء انت بتتكلم على تصميم موقع سواء بتتكلم على تصميم تطبيل الموبايل سواء بتتكلم على تصميم لوحة انشائية مثلا او لوحة معمارية بتحاول تخليها سهلة وفي حاجة اسمها User Experience اللي هو ان انت بتسهل الشغل على المستخدم لان هو المستخدم لو فتح الحاجة وبش فاهم ايه الخطوة الجاية او يدوس فين او يعمل لوج ان منين هيقفل وروح لموقع تاني يعني ممكن يكون فيه خدمات كثيرة جداً بيقدمها العميل بس الوجهة صعبة فل المستخدم اصبح قدام اختيارات كثيرة فلو قعد عشر ثواني سيسيب المكان وقمشي فاليوزر انترفيس ده بيهتم بشكل الحاجة والتناسك والالوان وبيخصص الحاجة للمستخدم بحيث الوجهة فيها تناسك وفيها تجازب وتبقى مناسبة للاستخدام الوزر انترفيس بيسهل على المستخدم الوزر انترفيس ده الوجه بتاعت الاستخدام بيحاول يخلي فيه شكل حلو لعرض المنتج والخدمات في شكل قويس مقبول لده المستخدم ويكون فيه ثقة ويكون فيه كل المطلوبات ويحلل عقلية المستخدم ويفهم ويسهل عليه الشغل ده اليوزر انترفيس واليوزر اكسيبلياتس